على وقع الفقر والقمع تنذر الأوضاع الاقتصادية في إيران بتدفق احتجاجات شعبها الغاضب على فساد نظامه الحاكم فالتضخم في تصاعد متسارع والبطالة والفقر ينتشران كالنار في الهشيم وفي مقابل تلك الأزمات أنفق نظام طهران أكثر من خمسمائة وسبعة عشر مليار دولار على برنامجه النووي منذ عام 2006 بحسب تقرير صادر عن المنتدى الستراتيجي العربي في مدينة دبي الإماراتية نصف تريليون دولار أو يزيد تجعل مفاعل بوشهر جنوبي البلاد أحد أكبر المفاعلات النووية تكلفة على الإطلاق رغم قدرته التقنية المحدودة وفقا للتقرير نفسه وبعد أكثر من عشر سنوات يجد النظام الإيراني نفسه في مأزق قد يكون الأكبر منذ نشأته مأزق عقوبات ترامب الذي أدى إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى إيران بعد أن ألغت الشركات الأجنبية عقود استثمار قدرت بعشرات المليارات من الدولار لا سيما في قطاع الطاقة الذي يحتاج إلى ما لا يقل عن 130 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة للحفاظ على إنتاجيته حتى عام 2020 انحسار الاستثمارات الأجنبية وانحسار الصادرات النفطية وتراجع النمو عوامل أدة الارتفاع معدلات البطالة لا سيما بين فئة الشباب وفقدان العملة المحلية ثلثي قيمتها بسبب العقوبات الأمريكية التي جاءت على دفعتين في شهري آب وتشرين الثاني الماضيين لتبدو صورة اليوم مختلفة عما كانت عليه قبل سريان العقوبات الأمريكية فيما يبقى لسان حال الإيرانيين لن نصبر على الجوع أكثر من ذلك